اشتركوا في القناة لازم يبقى فيه تدريب فيه تدريب عمل عليه وده اللي احنا ان شاء الله بنسع عليه في الفترة المقبلة وسعينا ليه يعني بقدر الايه بقدر المستطاع طبعا جينا لقنا الدنيا تغيرت هنا في قناة الصحة والجمال بشكر كل العاملين في قناة الصحة والجمال الدكوري الجميل الدنيا بقت جميلة الستوديو بقى حاجة تفرح افضل وافضل وافضل من الاول وطبعا بشكر كل القائمين وبقدم برضو نعي للأستاذ عبد الحميد التوفيق فيه وفاة وفيه وفاة شقيقه كل التعاز والمواساة لحضرته النهاردة بقى هنتكلم عن ايه كنا تكلمنا قبل كده عن تربية الابناء تكلمنا مرحلة الطفولة وقبلها تكلمنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة النهاردة بقى هنتكلم عن ايه هنتكلم عن قانون الاحوال الشخصية الجديدة اللي هو مشروع القانون طيب يا ترى حضرتك معه ولا ضد عشان كده مشرفنا ومنورنا فضيلة الشيخ عصام عثمان الباحث بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية أهلا وسهلا بحبك أهلا وسهلا بحبك أهلا بحبك كل سنة من تطيب وإن شاء الله رسول الله للملغنا رمضان إن شاء الله إن شاء الله معه أمضد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد فكرة المشروع القانوني الأحوال الشخصية نريد أن نلفت الأنظار فيه أي مشروع أو أي تشريع لابد له أن يندرج تحته تحت هذا المشروع أن يجمع أطياف الناس ولا يفرق بينهم وأن تكون القاعدة الفقهية أو القاعدة القانونية أن تكون قاعدة جامعة صارمة تحسل للفرض كيف معاملاته مع المجتمع وطبعا ونحن بنتكلم في برنامج هون مجتمع باتخاص بقضايا المجتمع الشغلة فيه نريد أن ننظر إلى القضية ليست ضد أو معه أنا لو هجع النفسي في أي فريقين أنا أكون في فريق ثالث آخر لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه بل هو العصى التي يستخدمها كل الطرفين في ذلك المشروع والقانون بمعنى يفوض الشيء بمعنى أنا أنظر إلى الجانب الأضعف في المسألة ألا هو جانب الأطفال وهو السلاح الأبناء هو ده السلاح اللي كل من الأم والأب أو الزوج والزوج أو المرأة أو الرجل يلعبون به وهذا هو سبب الصداع اللي إحنا شايفينه يعني تبعت خلال الفترة اللي فاتب كل المناقشات كل واحد فيه هم مش قادر يطلع يحاول يبروز الفكرة أو القضية بتاعته قانون المرأة وما فيه إيه الفكرة من الموضوع يا جماعة إيه المغزى إيه الهدف إيه الفوائد التي ستعود على المجتمع ستعود على الفرد ستعود على الأسرة لأننا لا أريد أن أفصل الأسرة وهي الكيان الأصغر عن هذا الكيان الأكبر ألا هو المجتمع لأن بداية المجتمع نشأتهم من باب هذه الأسرة فمن خلال الأسرة هنا أنا بسأل يا جماعة إيه الهدف من إقامة أو فكرة المشروع إنتوا عايزين تحرزوا على إيه لو نظرنا إلى ما فيه لو وجدناه هو يزيد الاضطرابات أكثر يزيد الانشقاق يزيد التفرق مشروع القانون مشروع القانون لأننا مفروض إيه الفكرة إيه المغزى هل أنا هراعي الصغير أبدا ده أنا بأزيد الفرقة بين الأب وأبنائه وبين الأم وزوجها تزيد الأمر فرقة تاني أمر فيها إلا أنا أنا بالعكس ده أنا بستغلي كل الصلاحيات القانونية أو كل الثغرات القانونية الموجودة عندي في صالحي قضية لنا النرجسية في اتباع الجنس بقين دلوقتي فريقين يا جماعة إحنا دلوقتي المشروع ده مشروع قانون فريق مع الزوج فريق مع الزوجة إحنا هنا أي الفريقين وغير كده القانون والمشروع هو هنا بيخص المرأة المصرية بشكل عام مع اختلاف الديانات ولا هو يخص مرأة المصرية المسلمات فقط والمشروع هل هو مشروع يتعلق بالنواحي الشرعية أو يتعلق بالنواحي القانونية زي كما يقول علماء القانون كده تحرير محل النزاع إحنا إيه الإشكالية وإيه النزاع اللقاء إحنا بنتكلم عليه من منظور شرعي ولا بنتكلم عليه من منظور قانون وضعي والمفترض كما نص الدستور والقانون على أن المادة الثانية من التشريع والقانون أليها الشريع الإسلامي هي الحاكمة والمهيمة وأن الأزهر في أحد مواده هذا القدر أن الأزهر الشريف هو المخول إليه هذه الأمور التي تتعلق بالحلال والحراء التي تتعلق بالنواحي الشرعي الأزهر حينما يتفق مع أهواء بعض الناس أصبح الأزهر هو المنارة وإذا وقف الأزهر دون المجاملة لأحد ولكن خالف هوا بعض الناس أصبح الأزهر ملعون هو من فيه ومن يدعو له لأننا والله نتابع فيه الحق جل وعلا يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض القانون والمادة القانونية يجب أن تكون مجرد هذا ما درسنا وهذا ما تعلمنا المادة القانونية تكون مجرد ويلتزم بها الفرض تجاهه أو تنظيم سلوك الفرض تجاه المجتمع هل بقى في المادة والمشروع هل أنا نظمت سلوك الفرض تجاه المجتمع أبدا لا لو هنناقش يا فضلت الشيخ الإيجابيات والسلبيات ما هو برضو فيه في إيجابيات جميل الإيجابيات هنا فين يا جماعة هل تطرق المشروع القانون هذا الذي يطرح في مجلس النواب هل هو جمع بين الزوج والزوجة بين الزوجة والزوجة في كيفية تربية الأبناء حتى بعد الانفصال لم يتطرق ولكن تطرقنا على كيفية الشقق أصبحت الإيجابية اللي إحنا يجب علينا الشر حتى يعني يضربها بالقرآن يعني دائما نرد من القرآن والسنة لأن هذا التشريع ما جاء إلا أن ينظم للناس أمور حياتهم ونحن نريد أن ننسلخ عن القرآن نظن وكأن القرآن أصبح يعني نجعله في الصلاة وفقط القرآن منهج حياة السنة جاءت لتنظم الناس المطلقة طلقة رجعية جزة طلقها طلقة أولى فليها فترة عدة ثلاث شهور المفروض المرأة دي تمكث في أي بيت في بيت زوجية ولا في بيت أبيها كما يفعل كل النساء إلا من رحمة ربي جل وعلا لو الزوج يتخارم مع مراته طلقها أو رمى عليه أمين الطلاق أنت طالق بتعمل إيه تغضب وتروع عند أهله صح؟ في حالة عدم وجود أهل لا ما هي الأغلب النساء بتعمل كده تغضب وتروع عند أهلاء أختها ولكن الأصل اتحصل شجار خليك أعدى المدة ثلاث شهور لو ما ردكيش عليهم ارجع الأهل ليه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر من خلال المنطلق ده أقول إيه؟ تم تيجي نخلي القانون يجمع الزوج والزوجة في كيفية تنشئة هذا الجيل الذي سيكون هو قادة الغد لأننا لو نظرنا لو نرجع كده علماء علم الاجتماع وعلماء النفس والتربية هتي يقولك من بعض المشاكل التي يعانيها الناس من صغرهم وفي شبابهم هو النشأة والتربية علشان كده كان في أول لقاء لي لما كان لنا في سلسلة تربية الأبناء بدأنا عن الاختيار لازما أخطار كويس الزوج ولازما أخطار كويس من خلال الزوجة لأن دول هيتلطب عليهم نتائج من أولاد ودول هيتوقادة للغد أنا هنا ضيعنا المسألة كل مننا طلع بيحارب لنفسه تطلع المرأة أو من يدافعون عن المرأة بالمظلومية أنا الرجل بيعمل كذا وكذا وكذا هل كل الرجال هتقولك لا يبقى معنا كده في نساء مع حق فيما تشتكيه وفي بعض الأباء معهم ألف حق فيما يشتكيه هم ليهم الحق في ده يبقى معنا كده لا نعمم ألا كل النساء ما تنفعش تبقى زوجة ولا كل الرجال يصبحوا أزواجا ولكن نقول الأخطاء الفردي هل ينفع إلا أنا أجعل عشان مشكلة شخصية أو مشكلة مرد بيها لا أنا أستغل سلطة القانونية أو ما هو ليه خلاص أنا هعمل مشروع لكذا على شخات الجوز اللي طلقني وحرمني من عيلي فأنا هعمل قانون عشان أحرمه منه هنا أصبحت المسألة شخصية ولم تكن عامة لمصلحة الناس وللمصلحة المجتمع أنا هنا بأرصخ في قلوب أباء يعني قرأت بعض المنشتات لبعض الأباء قال لك لا أنا خلاص أموت أنا أهاجر برا البلد لإني مش للاقي حقق أب عند الولد أنا محروم من ابني ما بشوفوش من نفس القصة برضو الأمهات برضو بيعانوا من نفس الحضرات نعم الحل إيه في المسألة ولو رجعنا إلى القرآن والسنة اللي وجدنا فيه هنا أسئلة فضلت الشيخ إن المفروض هو الإبن في حضنتهم وللأسف هو وغضو الله أكبر خطف طب يا جماع إحنا فهمين معنى الحضانة خطأا ونكتزئ كلام الفقهائي وكلام أهل العلم خطأا في قضية الحضان قضية الحضانة يا أحباب فيكون للأم لعامين كما يقول الجمهور العلماء والفقهاء للأم للأم تأخذ أول سنتين وعلى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وبعد ذلك تقول الحضانة بعد ذلك والرعاية للأب ذلك ده بعض الفقهاء قالوا بهذا ومنهم من قال بل بعد السادسة من عمره بعد ست سنين الأولانية اللي هي مرحلة هو محتاج من الرعاية ركزوا معايا بقى في الكلام والألفاظ دي في الرعاية والحنان والأمومة أيهم أكثر عند الرجل أو عند المرأة دائما عند المرأة أكثر فلذلك نجعل الطفل في هذه المرحلة في جانب حضانة الأم في هذه المرحلة وهو بها أولى تني شخص أحق بالرعاية أو بالحضانة بعد الأم مباشرة الأب والذي يقول غير ذلك هو بيخالف كلام الجمهور هذا ليس تعصبا للرجال الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به غير المقترح حالين أنه الرابع لماذا؟ لماذا؟ أرى فيه يعني قد أنظر إليها نظرة سوء لماذا؟ لو نظرنا إلى الترتيب بعد الأم تنتقل الحضانة إلى والدة الأم طيب وبعد كده مين؟ جدة الأم جدة أم الأم خلاص؟ بعد كده الأب يعني معنى كده إن حضرتك بعد الكام سنة اللي أنت فيه منقولك الولد بعد الخمستاشر أو الارمعتاشر سنة ويخير هيروح لي أو يروح لي بابا طيب وبعد كده بعد الخمشار سنة هو بقى في حضن طيب بعد كده خلاص ساب حضن رحل حضن سته وأنا سته أنا قاعدة مع سته فأصبح الولد لسه فين؟ عرفيا أو واقعيا مع والدة مع الأم طيب وبعد كده رحل ستين الحجة بركة البيت اللي إحنا ربنا يبارك في أماتنا وأجدادنا طيب بالله عليك الولد هنا عمره دخلنا فين؟ دخل اللي هو خلاص خلص جامع طيب الست دي لما تنتقد الحضانة بعد ذلك من أم الأم إلى الجدة الأب فين في الموضوع؟ أبدا الأب لو البنت جات تتزوج يقول لك لابد لا نكاحة إلا بولي شارع ودين طيب الولي مين؟ الأب العصبة الأب أو الجد جهة الأب أو العم أو ابن العم عصبة لا يجيبه الأب اكتب أنت الكتاب عشان يعود وساعات ما بيجيبهوش يقولي لا أنا هخلي خالي هو اللي يبقى وكيدي يا سيد تعالعيني رأس الأب موجودة لا الأب يأذن لو موجودي خلاص أنا أأذن وأسمح لغير ذلك لا ليه؟ لأن أسواما ربهاش أسواما كانت بيصرف عليها بس أنا أحبس الأب فقط بس عشان هو ما دفعش مصاريف طيب إزاي أطفع مصاريف لابن رعاية وحضانة ومدرسة ومرض وكسوة وكذا وكذا كل هذه وهذا فرض علي لا أمنه على أبنائي ده فرض علي بغير القانون بقانون بغير قانون هذا فرض على كل أب اللي هو لازمن ده وعلى المولود له كسوةهم فلازمن الأب المولود لي هو دي يكون حقه أعمل عني ده فرض يا جماعة ما فيش أب بيمنه على عياله بهذه ده فرض على كل أب طيب الأب دهوة لو امتنع أنا هنا أعقبه بحكم القادي اللي هو أثر في حق الرعاية وسعيدها ينتقل الرعاية منه جبرا أخذ الحضانة منه وقوله لا لأنه أنت أسأت عدم الحضانة الجيدة الأب بناخده فلوسه فقط وهل الأب محتاج أنه يجي له حكم عشان خطره يصرف على أبنائه طيب فيه الفطرة الأبوة فطرة والأمومة فطرة فيه أب في الدنيا ممكن يقولك لا أنا مش هصرف على عيالي بستحية بيحصل في بالشي بص الشرع يقولك النضرة لا يبنى عليها حكم ولكن بقى فيه حالات متكررة كم حالة كتير لا مش كتير يعني إحنا ننظر إليها كتير ليه لأنها جوفاء الطبلة صوتها عالي ليه لأنها جوفاء فضية قاوية فتسمع لها صوت عالي جدا بس لو اتملت هذا الفراغ لو اتملت أصبحت ثقيلة فشتسمع لها هذا الصوت إحنا سمعين شوية الغوغاء والسفسفة الأمور وغيرها إحنا سمعينها وشافينها ظاهرة لا حصر لها ولا حل لها لأنها فضية من جهوة عشان كده لما نيجي ننظر للقانون هل هو مفيد للأسرة ومفيد للمجتمع والوطن إحنا عايشين فيه ولا لأ لقيت فيه سلبيات كثيرة أو مآخذ أو لم يلتفت إليها فلذلك من خلال البرنامج هو المجتمع اللي هو أصلا بيناقش قضايا المجتمع قدرنا نقول إيه طب يا جماعة إحنا عايزين ننور نور هنا الحمد لله اللي ازعفاني مما ابتلى بيه غيري أنا مش متضرر من عدم رؤية أبناء وبتاعه لا الحمد لله فأنا لا مع دا ولا مع دا أنا مع الحق وفقط أنا مع الضعيف والضعيف هنا أبناء وفز على كلام حضرتك أن أنت متحيز للرجل أو يزوج لو اتبع الحق أهواءهم الحق مر أكيد في ناس تبقى راضية بالكلام أنه هذا هو الحق الحق لا يختلف عليه اثنان الحق لا يختلف نقول لناس ارجعوا اقرأوا كلام الفقهاء واكتهادات الفقهاء اليعقبي لما قال ويجوز أو ينتقل الولاية من بعد الأم إلى أم الأم قال لك من باب الرعاية والحنان قال لك لإكمال هذا الحاضن أو هذا الولد الصغير لنكمل له من الرعاية والحنان والعطف الذي كان مستحق أن يأخذه من أم فعشان كده نقلناها بعد كده طب لإمتى الولد هيتنه في التدليل والتلعيب واللعب والتدليل والمداعبة والملعبة هي فترة الطفولة طب بعد كده سيدنا النبي يقول إيه في الحديث علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها يبقى وقت التعليم هنا فالمفترض الولد يركن إلى أبيه ليه؟ ليأخذ منه صفات الرجولة لو الولد تنقعد وسط النساء هي تشبه بهم والبنت عند أمها في كنف أمها تتعلم ما تتعلمه النساء بس إحنا لا الولد ولا البنت هي بقى فحضني أنا يا أمي إنت ليكي دور والأب لي دور الرعاية إلى الأب والرعاية له مكفول إزاي الأب لو أنت ما لكش دعوة تسعى لابنك بيذاكر ما بيذاكرش ما لكش دعوة هو إيه؟ فأني مدرسة ما لكش دعوة طب هو إمتى هيبقى الأب ليه دعوة؟ إمتى الأب هيبقى ليه دور ومسؤولية؟ المسؤولية فرض مشترقة ما بين الأم والأب ده فرض إلزام ده بالعكس أنا لو عايز أعاقب أنا أعاقب الزوج والزوجة أعاقبهم على تقصيرهم في حق هذا الولد يا جماعة إحنا برضو من كام يوم بنعاني من حادثة التحرش بهذه الفتاة البنت دي عندها كم سنة قبلها؟ عشرة سنين لا ست سنين مو بلعشرة يعني وناس تقول أربعة وناس ستة وناس تقول عشرة خير الأمور يا أوسط أنا أخذ الوصف ست سنين ست سنين عايها بتتكلم في سنة قولة ابتداء يعني دي المفروض بتبقى بضفاير بتلعب وبتجري ونجيب لها عروس تلعب بيها إيه اللي خلاها تنزل بنت دي كده وهي لسه طفلة صغيرة فين بقى الطفولة والأمومة تنزل تشتغل إذن المجتمع ليه دور في الحق في دور إحنا بس حطينه أهواء وأغراض مش حطينه نفعا للمجتمع لأن لو حطينه نفعا للمجتمع فيش حد بص للصغيرة دي إلا أكبرها تنزل أكيد إما باباها يكون متوفي مثلا أو يعني بشكل عام أنا مش بخصص للبنت بعينها ولكن أتكلم عن المضور فيه أطفال كتير زيها موجودين بنات وصبيان وأطفال صغيرة بتشتغل في الإشارات وبتمسح عربيات والناس دي ليه وهده هيكون سببه إيه هذا القانون أو مشروع القانون اللي إحنا عايزين نطبقه الأب يتحبس وخلاص هتلاقي أبوها محبوس نفع عشان ما دفعش برضو تدفع خمسين ألف من رأي حضرتك الزواج بأخرى دي قضية تانية يعني في خلال الحضانة يعني فلو هنتكلم في الزواج إحنا بنتكلم ولا بنسمع ولا بنشوف يعني إحنا بنكلم وخلاص بس أنا بقول للناس كده يا جماعة كل واحد متزوج ارجع افتح دلابك كده طلع وثيقة الزواج بتاعت حضرتك هتلاقي في الصفحة الأولى كده حتى معنا مع الإيدات ده صورة ضوئية من وثيقة الزواج في نهاية الصورة تحت خالص كده يعني أول الواجه الصورتين بتاع الزواج ده الحديث عن الصورتين تحت خالص في الآخر أنا بسأل الزواج هل على عصمتك زوجات الأخرى آه ولا لا لو قال لي لأ بكتب لا يوجد وبينضي لأنه ممكن خلاص قال لي يوجد فبقول له الصيقة مكتوبة ده مدونة فأي أسين يتوجد سي فضلت الشيخ الوحدة من ساعة الجواز بيقول له لمضي هنا بيمضي وخلاص ما بيشوفش دوري كموثق من وزارة العدل لهذا الميثاق الغليظ خلاص فبسأل ده دوري هو ما بيمضي خلاص بس أنا دوري كمأزون شرعي بابتدي أسأله فبقول له على زمتك حد لو قال لي آه بقول له اسمها إيه عنوانها إيه رقم تلفونها إيه ده ده اللي هما بيطلبوا يا جماعة ده موجود من زمان من قبل القصة دي وغيرها ده دليل اللي أنتوا طالعين وخلاص بتقولوا أي كلام في أي كلام علشان كده المأخذ عليهم ليه لأن أنتوا بتعيدوا أمور مقرارة ما هو موجودة سابقا دي المرحلة الأولى هيجي في النقطة الثانية أو باشكالية الثانية أقول لك لا تب في حالة أنه هو ممكن يكون متزوج وبعد كده هيقول لحدك لا أنا مش متزوج ما هو أنا ما عنديش ليس مخول ليه اللي أنا أخش على السيستيم الدولة اللي أنا أعرف اللي أنا أبحث ده بس بعمل ليه ما أنا ليه بمضيه جنب الإقرار ما هذا زي الإقرار ليه علشان لما أنا ببعت دفتر التوثيق بتاعي للمحكمة بيسجل هناك على الدولة تقول تشوف ده عشان لو الزوجة دي راح تشتكي أنا عايز أشوف جوزي من الجوزر لا هيفتحه لو طلع بيكذب على المأزون يحاسب على دي بسعب تلاقي فيه إقرار يقول لك إيه وليس على الجهة أدنى أي مسئولية قانونية وتعود هذه المسئولية القانونية على صاحب هذه البيانات وأي مخالفة أو غش فيها لو أعاقب بتخلي المسئولية أنا أعاقب ليه هو قال لي أنا ما عنديش حد فبمضي على الكلام ده ولو قال لي آه على زمتي فبسجل اسمها ورقم تليفونها وعنوانها وبنخترها أصبح الإشكالين اللي بتعمل عليها دي موجودة من زمان الواحدة التانية تقول لك لا نتفق ولازم أن نقول في الظهر بقى في كده اتفق الزوجات اللي هو اتفقاتنا بين الزوج والزوج اتفقوا على حتى كمان في الوثقة مكتوب تحت في الهامش خالص كده بسطره رفيع خالص في الأخير اللي هو يجوز اتفاق الزوجين على أي أمن بينهما ما لم يحرموا حلالا أو يحرموا حراما إذن لو لها أي شروط تتكتب بعض الناس يعني يعني زوجة طلبت من زوجة وكنت حاضر هذا العقد فالزوجة شرطت على زوجها قالت له في الشروط يا ريت لو اتجوزت علي من غير ما أعرف اسمح لي أنا هطلق نفسي بنفسي دون الرجوع إليك مضى اتفقوا وكتبوا مضوا والشهود مضت وكل الناس مضوا لأنه أمره مباح إحنا بنعيده ليه طبعا بشكر حيك جدا 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 فضيلة الشيخ أسام عثمان بشكر حضرك وطبعا دايما الوقت في دهمنا في الحلقات بتاعت حضراتكم بشكر حضراتكم على أمل إن شاء الله نحن نلتقي بكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة